بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح ايه اللي بيتم اثناء المشروع. في مجال البيم. وهنبدأ نشوف ايه الخطوات. تمام? آآ الورقة دي من الكود البريطاني بس 292. اه هنشرحها بسيطة وبعد كان نبدأ نتعامل فيها. اعساس ايه الموضوعي بسهل. بالنسبة لي البداية دي البداية الاسسية. اللي هو ان انا بقعد مع الملك. بيقعد معي ويقول لي انا عايز كزا 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 كزا. تمام? فبابدأ اكتب الحاجات ديات وبعارف الملك هو عايزيه. مش اللي انا عايزه. لازم ااخد الملك عايزه. بعد كنشوف ايه اللي هنفع ولي ما نفعش وابدأ اعمله. تمام? او ممكن تكون البداية من هنا. من الابوريشن. يعني كون في مبنى فعلا موجود. وبعد كده هو عايز يحط شوية ااا يعمل موديل ليه. بحيث ان هو يعرف يعمله ادارة ليه. تمام? يبقى هنا لو في الاول خلص في اول مشروع عنده احط ارض فاضية وعايز يبن عليها. فبعد معي اعرف ايه اللي هو عايزه. او من هنا او بريشن ستارت بعض معيه واعرف ايه اللي هو الموديل عايز اسبلت وعايز يعمل ايه وهاشتغل ببرامج ايه في الفسائلة المنجيمنت. وبعمله موديل اسمه الاسس الينفرويشن موديل اي 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 ام. تمام? Henna بعمله ببروشيكت انفرويشن موديل اللي هو البي اي 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 ام. تمام? بي. في مش مش البي الخفيفة. scenarios. طيب، قلنا دوقتي بعد ما عأدت معاه لسه ما الخطة اللي هنمشي عليها. خلاص خدت العقد وكده بعمل له مصطر information delivery plan. ده بيبقى فيه التوقيت. هنبدأ نسلمك امتى? تمام? وعندي مراحل بتاعت الشغل. آآ بريف كونسبت آآ ديفينيشن ديزاين بيلد آآ هند اوفر. بابدأ سلمهم بقى المشروع. من اول هند اوفر خلاص انا سلمته. وعملت ايه قدير المشروع. بيكون عنده الملفات اللي ديزاين. النوم جرافيك داتا. الجرافيكال داتا. تمام? وفي كل مرحلة من دول لازم قعد مع السابلايرز ونتبادل اللي اللي هو عايزه اللي انا عايزه ونتبادل مع المالك برضو. آآ ونبدأ نتناقش في كل مرحلة من المراحل. بديله المرحلة اللي فات. تشوف المرحلة الجاية هدهله ازاي وهيسلم ازاي. مع ان في خطة اساسية اللي هي المصر information delivery plan بس وكنك يكون فيه اا تعديل او اعز حاجة معينة فنبدأ نتناقش فيها. تمام? طيب تعال بقى ناخد الموضوع ده بالتفصيل. دي دي عبارة عن استراتيجيات. هتسهل علينا. وهت بدل ما كل شوال نحصل الاختلافات ويقول لك لا ده في حاجة مش مضبوطة. ده في حاجة مفروض انت تقدين المعلومات كلها في اول شهر. تمام? بكل التفاصيل لا بنبدأ ننظم المشروع. تمام? هو بس عايز تفاهم بين بين اعضاء الفريق. والموضوع في الحاجة موضوع لا ما بيكون انا scarce خاص? مثلا لا احنا احنا شركة الكهرو ميكانيك Johns. كل الشهر غريف المشروع يكونوا مفتحين على بعض يتبادلوا بالمعلومة مع بعض. ااكل الاحي ciudadتي بقى موجودة مع الناس كلها. تمام? ايه الحاجة سوف أكتبها EIR سوف نضع الاستراتيجية ونوضح كل شيء لصاحب العمل ونقدر القرار أسسية أهم ثلاث حاجات التكنيكل منصف البرامجيات التي نشغل عليها المنجمينت التفاصيل الفلوس التكنيكل أيّ الصفتور نعمل به ؟ و نستخدمه بإم descriptif قريبا ciento لا Impossible still كانت كامال المانجمينت هنتكلم فيه عن الستاندرد الاستيكولدر رولز البلانينج السيكورتي من اللي من حقه يطلع على الحاجات ومن حقه يغير ويعدل الكوردينيشن اند كلاش ديستيكشن بروسيسز الكلبوريشن بروسيسز المودر ريفيو ميتنج هاي بقى امتى الهيس اند سفتي اند كونستركشن دزاين مانجمينت ديليفري استيتيج فور اسيست انفرميشن نتفق زي هننصدر المشروع الكوميرشل هنتفق عن time of data drops تعريف للبيمو هستنى ممتى يعني بيميس بشاست كمبتينث دي اهم الحيات اللي لازم تكون عارفناها الملك عايز ايه او متوقع ايه او المالك نفسه بمثل المالك السجار الخاص بالمالك يبقى عارف هنسلمه امتى وهنستلم منه امتى بعد كده نحدد ايه الموارد التي محتاجينها في المشروع دوت عشان نعرف نحط خطة العمل بيم اكستيشن بلان نحدد ايه الادوار ومناثوليات والسلطات والمعايير والاساليب وهيبقى من ضمنها البروجيكت ام بيم اكستيشن بلان تمام بعد ما خلاص حطينا البيم اكستيشن بلان هنبدأ ننظم هنسلم المشروع امتى اللي هو الامو اي دي بي اللي هو المستر انفروميشن دليفاري بلان هنحدد البرتكول والاجراءات وكل مرحلة 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 مشروعة ميل هينفزها وهتنفز امتى ونعمل اسكادول تمام وبيبتشمل تسك تايم انفروميشن دليفاري بلان دي حاجة نشراحة برضو والرزبونيسابيلتي ماتريكس كل واحد مسؤول عن ايه وهيسلم ايه والحاجات دي طيب بعد كه في كل عملية من عملية المشروع تبدأ في معلومات تفاصيل ممكن في الاول بنبدأ بل او دي مثلا مية وبعد كامتين باكهات تلتمية ربعمية خمسمائة دي اللي هي الاسبلت التسليم النهائي تمام عندنا في ست مراحل اللي هي الاستراتيجي البرايف الكنسيبت الديفينيشن الديزاين البلد الهند اوفر كلوز اوت وفي الاخر الابريشن البريف في فكرة مبدئية الكنسيبت بخلاص فيه مبدأ او قصص الديزاين التصميم مراحل التصميم الديفينيشن مراحل التعريف البلد مراحلة البناء مراحلة التسليم اللي هي الاند اوفر اند اكولز اوت كده احنا سلمنا المالك المشروع بعد كده يبدأ بقى ايه اسسيس انفروبوشن موديل الموديل اللي احنا سلمناه هو ده اللي هيبدأ اشتغل عليه طيب الوبريشن هنبدأ بقى يتمي مراجعة اداة المشروع مع المالك نفسه هو ده اللي عايزه هو اللي لأ لو في حاجة مش هو عايزه او في حاجة نقصة بنبدأ نشوف ايه الحاجات بقى اللي هي فعلا موجودة في العاد ولا لأ ونحاول نديله نفس الحاجات اللي هو عايزه بالزبط ونبدأ ندر المشروع في الموضوع الوبريشن دي فكرة الصورة ديات لازم كل مرة بنقعد نتقابل في كل مرحلة ولازم يبقى فيه تبادل مع السبلاير وتبادل مع المالك بحيث ان احنا ما نقعش في المشاكل السبلاير اللي هو بيجيب لنا المواد الخام او اللي هو مثلا نشغل معانا في المشروع لازم يكون فيه تبادل ما بقاش فيه كتم الحاجة لان لو فيه كتم الحاجة بان احنا ما نعملش بام مفروض فيه مثلا موقع معين بنتبادل عليه الحاجات وكله بيبطلع على الشغل وكله شاف ليه صلاحية لو هو ليه صلاحية لن هو يشوف حاجة مثلا لواحد كل مهمته ان هو يجيب الديهان او يعمل الديهان ما نلوش دعوه بشغل الكهروميكانيكل فهو بيبقى ليه صلاحية تقول مثلا على الحاجات الخاصة بالمعبري اتمنى يكون الموضوع سهل و بسيط الموضوع كله بس محتاج ادارة او واحد فهم ادارة فهم بهم يبدأ ينظم المشروع عشان يمشي كويس اتمنى التوفيه اتمنى الموضوع يكون سهل و بسيط و ان شاء الله مكملين في شرح